ما كان مجرد تكهنات ربما بات واقعاً بدأ أجالياً بعدما كشف فيروس كورونا عن الوجه المرعب للموجة الثانية للجائحة في عدد كبير من دول العالم وبينما أعلنت هذه الدول حالة التأهب القصوى لمواجهة هذه الموجة التي تقول أرقامها إن العالم على موعد مع مرحلة أشد أكدت مصر استعدادها التام للتصدي للفيروس في ذل اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف ووضعه من ضمن أولوياتها مع الكشف عن عدد من الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها بالفعل على أرض الواقع الخطة التي اعتمدتها وزارة الصحة تضمنت رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير أكثر من 60% من مستشفيات الحميات والصدر ودعمها بالأجهزة وشبكات الغازات وكافة الاحتياجات اللازمة بالإضافة إلى زيادة شبكة المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة من خلال 61 معملا على مستوى محافظات الجمهورية وإمدادها بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة خطة مصر لمواجهة الموجة الجديدة اجتملت كذلك التعاقد مع هيئة الكوفاكس ومنظمة الصحة العالمية لتوفير عدد كاف من لقاحات فيروس كورونا المستجد فور ثبوت فعاليتها فضلا عن مشاركاتها مع دول العالم في التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد ضمن مبادرة من أجل الإنسانية وفيما كانت المبادرات الرئاسية في مجال الصحة أحد الأسباب التي ساهمت في مكافحة فيروس كورونا في بداية ظهوره أكدت وزارة الصحة استمرار العمل بهذه المبادرات لتحسين الصحة العامة للمواطنين في مواجهة هذا الوباء كما لم تخفل الوزارة دور الحفاظ على القواعد العامة للوقاية من الفيروس والتي تشمل غسل الأيدي باستمرار وارتداء الكمامة والتخلص منها بشكل آمن فضلا عن عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين والتطهير المستمر للأسطح بالإضافة إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتجنب التواجد في الأماكن المغلقة والمزدحمة اشتركوا في القناة